رابعا تحديد قاعة الاجتماع المكان الذي سوف يعقد به الاجتماع أين سيعقد الاجتماع مكان عقد الاجتماع القاعة مثلا من مهام السكرتير الاجتماع تحديد قاعة الاجتماع وأعدادها وتحضيرها يجب أن يحضر هذه القاعة بكل الأمور بشكل جيد من حيث الإضاءة جيدة التهوية المقاعد مريحة ويشترط أن تكون هذه القاعة تتسع لكافة العضاء المشاركين بحيث لا يكون هناك زحمة وفي حالة الاجتماعات الكبيرة كالمؤتمرات يجب أن يوضع في الاعتبار أعداد المدعوين من الجمهور من الداخل والخارج لمشاهدة الاجتماع دون الاشتراك فيه وبعد التأكد من وجود العدد الكافي من المقاعد والمناظب يقوم السكرتير بوضع الكورتاصية من أوراق أقلام إلى آخرين ما يلزم طبعا جدول أعمال الاجتماع وأي مستندات أو بيانات متعلقة بالموضوع يجب أن تكون متوفرة أيضا على الطاولة كل عضو معه مستند عن جدول أعمال الاجتماع المؤتمر ويجب أو يستحسن تعيين مندوبين للاستقبال يستقبلوا الضيوف ورحبوا بهم عند بداية الاجتماع هناك مهام معينة يقوم بها السكرتير من مهام سكرتير الاجتماع كتابة محظر الاجتماع بحيث يحوي على هذا من مهمات السكرتير الاجتماع أن يكتب هناك محظر في الاجتماع أيضا يحتوي على أولا وقت وتاريخ ونوع الاجتماع ثانيا أسماء الأعضاء الحاضرين وغير الحاضرين اللي هم غايبين اسم رئيس الاجتماع من يقود الاجتماع رابعا جدول الأعمال خامسا المناقشات والآراء التي تم مناقشتها داخل الاجتماع إذن المناقشات والآراء المختلفة التي تم تبادلها داخل الاجتماع سادسا القرارات التي تم اتخاذها أثناء الاجتماعات لو كان هناك بعض القرارات اتخذت أثناء الاجتماع يجب تدوينها تحديد نهاية موعد الاجتماع وموعد الاجتماع اللاحق الجاي طبعا هذا شروط محظر الاجتماع طبعا هناك بعض الشروط التي يستحسن أن يحتوي عليها محظر الاجتماع وهي كالتالي أولا مراعاة الإجاز والدقة في كتابة المحظر لكي يتيح لأعضاء الاجتماع التعرف على قرارات الاجتماع بسهولة وبسرعة ثانيا أن يغطي المحظر المواضيع بشكل كامل هذه غطي المحظر كل المواضيع وبشكل تام كامل ثالثا مراعاة الوضوح وعدم الغموض في كتابة المحظر يجب أن تكون الكتابة واضحة عدم الوضوح يؤدي إلى غموض في معطيات المحظر رابعا كتابة عنوان ورقم الاجتماع لكي تسهل عملية الرجوع إليه لأنه يعتبر كمستند خامسا قيام الأعضاء بالتوقيع على محظر الاجتماع وهو من الضروريات خامسا اختيار الوقت والمكان المناسب أين سيعقد الاجتماع وأي وقت سيعقد الاجتماع طبعا إن اختيار موعد الاجتماع في الوقت والمكان المناسبين من الأمور التي تساعد على نجاح الاجتماع فالاجتماع يجب أن لا يعقد بعد فترة نهاية الدوام أو في الإجازات الرسمية للعمل حيث أن الجميع على درجة من التعب والإرهاق وبالتالي لا يتكبلون ذلك ولو شاركوا تكون مشاركتهم ضعيفة ومناقشاتهم ضعيفة جدا وسوف تكون الأمور الجانبية أكثر اهتمام من الجوانب الرئيسية كما أن عقد الاجتماع في وقت لم يعطي الأعضاء قبله وقتا كافيا للاستعداد والراحة والتحضير يعتبر أمر غير مناسب وله تأثير سيء على مجريات الاجتماع ومدة الاجتماع كما تم ذكره إذا زادت عن الحد المطلوب واستمرت مدة طويلة تولد الضجر والملل والتعب والإرهاق وبالتالي يفقد الأعضاء القدرة على الاستمرار بتحمس ونشاط وسوف يتناولون بعض الموضوعات الجانبية التي تؤثر على مجريات الاجتماع وبالتالي من الأفضل أن يكون الوقت محدد ما نعنيه هنا بالمحدد أنه الاجتماع لا يزيد عن ساعتين أول ساعة بعد أول ساعة أن نعطي هناك بريك لتناول كوبا من الشاي إلى آخر سنيكس أو أي شيء ثم نستمر لساعة أخرى وهكذا إذن اختيار الوقت والمكان المناسبين إذن الوقت له دور والمكان له دور في نجاح الاجتماع